ده جزء الجزء يبقى اختيار الزوجة رقم اتنين العلم عن قصائص كل مرحلة ابني متمرد يا ستي بس تعالى الله يسلح حالك متمرد ازاي تقولك عينة دي طب عينة دي بكل حاجة لأ 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 ما في مرحلة انا عندي اسمها مرحلة اللأ يعني مرحلة كل تاكل لأ تشرب لأ تروح لأ تعمل لأ هو عنك فرحام بالجملة دي قديم التلاتة لخمسة عندي من سن خمسة لسبعة أو من سبعة لتسعة السن ده بيبقى ايه لو ام وعية شوية هتلاقيها او ماشى معه مثلا في القرآن وبتاعه وقصص القرآن فتلاقي الولد مخه متفتح شوية لكن في مرحلة وخصوصا بقى مع عبدايت ومرواح الكيجي والمدرسة والكلام ده الولد طب يقول لك الله كان بيتكلم وكان كويس وكان بيقول ابتدى ان هو يبقى فيه يعني نقص شوية في المهارات التواصل افوق فبعمل تاني حاجة ايه بعد الخصائص بعمل تاني حاجة ايه الحوار اليوم الحوار تعالوا واعرف ام عندها من الخمس اولاد والست اولاد تقول لك الوقفين كلهم كده وكل واحد يجي يتكلم وبعد اما خلص انت دورك التاني وهكذا والتاني اسمع عملت ايه المعايشة فين هو ابوهم ده انا بعمل ده انا مطحونة ده انا بسوي ده معلش يا ستة الله يسلح حالك بقى معلش الله يسلح حالك من فضلك يعني اسمعي عملت ايه صاحبة اولادك مين 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 من البن اسموهم ايه روان مين صاحباتك اسموهم ايه اكتر حد جانا عشان بس جانا هتسمع اسمها النهاردة لما ننزل الفيديو ان شاء الله ومين كمان مشل ها وانت ريان مين صاحبك اكتر حد جدع معاك وصاحبك خالد والله انت امني انت امني من اليمن انتو جالية ايه ما شاء الله تتكلم العربية الحمد لله حمد لله خالد مين تاني اسمك ايه اه انت النولة الجميلة تعالي بس بوس اسم جوايز هنا على طول لتجاوب لروان وخالد وريان اسمك مها مين اكتر صاحب عندك دلال صاحبتك مين تاني يقول لنا مين صاحبه اسمك ايه عبدالقادر الله اسمك جميل مين صاحبك بقى اكتر حد صاحبك بتلعب معاه ما تقول لوس بيه اه يعني تدي له ارشادات بس مين فكر فكر يا ربي يا ربي مين مين بيلعب معايا وينزل معايا في البهشة ولا في الحضان مين ماهر ماهر الله كل اللي جاوب ياخد جوايز يا جماعة يلا وانت كمان تقولي تعالي تعالي هنا تعالي مين اكتر حد صاحبك بقى ماسا اه شمان يعني مين اكتر واحدة صاحبتك رفقتك اكتر رفقة اه ابرار هي تركيا ابرار اه ايه وصاحبتك معاك وقتلعب معاك وكويسة ايه بحبا وانت عادي ما خفتيش وانت جاية وكسفتي وقولي لا انا هتكسف انا بسلم مع الاستاذة ولا ماكسفتيش استحيتي 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 وانت جاية ولا كان عندك عادي انا اجي اقول اسمي واسم صاحبتي عادي عادي ده عادي ساقفولها جماعة عشان عادي لا عادي لا عادي بيدي تقالت رح خد يلا بقى جايزتك من عند ماريوم نسيبهم يتكلموا نسيبهم يعبروا هو ده المطلوب بيرغوا كتير اه بيعودوا الحاجة كده انا عملا باستغرب كان فيه بلوجر بانوتا صغيرة وعندها تقريبا سبع ثمان سنين الفيديو الواحد من اللي هي بتعمله لا يقل اقل فيديو فيه ستين مليون اقل فيديو ايه بتلبس عروسه وبتحمي عروسه وبتعمل فانا استخرابت قوي يعني دول كمه اطفال كتير قوي بيتفرجوا لقيت مش كده موضوع مش كده هو الطفل جاي بالفيديو ويخلص ويعيده ويخلص ويعيده ويفتح كنال شوية ويعيده هو ده طريقة تفكيره يحب يتكلم كتير يعبر كتير يعيد الحاجة ويكررها ليه عشان الصورة بتبقى اجزاء شفتوا البازل بتبقى اجزاء في دماغه وكده فبيتجمحها فبيفضل يقول عشان يجمع بيك الصبر عليه لكن للأسف ما تزعلوش مني بقى لامهات شايز اكو تزعلو بس دي حقيقى نفسنا قصير في التربية بنزهق بسرعة ما عندنا الصبر ويجي يقولك ايه يعني انا قلت يا ستة ما تقولي لاخر العمر قال له ما اسلم انا مش عارفة حصل يا ستة ما اسلح حالك التربية صبر صبر وتكرار واستمرارية انا مستمرة في هذا الامر عيالك يجعوك ويجعوك يطبقى عايزاهم افضل الناس بس نسمع و نفهم موسيقى